موسيقى أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى هذه المقابلة الخاصة مع نائب رئيسي شركة روس آتب الحكومية الروسية السيد كيريل كاماروف أهلا وسهلا بكم سيد كاماروف لنبدأ بعقود شركة روس آتب الموقعة والتي تنتظر دورها لتوقع مستقبلا كم هو حجم هذه العقود؟ أعتقد أن الرقم بعشرات مليارات الدولارات أليس كذلك؟ روس تبني حاليا 34 وحدة تروح قدرة كل واحدة منها ما بين 1000 و1200 ميجاوات ويعتمد اختيار القدرة على حاجات كل من شركائنا كما يمكننا اقتراح حلول مختلفة لهم ونتيجة لخبراتنا فإن هذه القدرة هي الأمثل والأفضل لأن الاهتمام بتطوير الطاقة الذرية في الوقت الراهن انتقل من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية وفي بعض الأحيان تفتقد الدول النامية شبكة من البنى التحتية الملائمة لهذا السبب من الصعب إدخال مفاعل ذي قدرة كبيرة في هذه البنى التحتية ما يعني أن نقل الطاقة الكهربائية سيكون صعبا وكذلك من الصعب إنشاء الوحدات الاحتياطية للطاقة على أي حال الوحدات التي تراوح قدرتها ما بين 1000 و12 ميجاوات هي الأفضل لأن إدخالها في الشبكة الموجودة هو الأكثر سهولة أما الكلفة الإجمالية لكل مشاريعنا فتبلغ أكثر من 110 مليارات دولار هذه الكلفة التقديرية تشمل السنوات العشر المقبلة بالإضافة إلى ذلك وقعنا بعض العقود التي ستنفذ خلال عشر سنوات تشمل العقود مجال الطاقة الذي نتمتع بالخبرة الكافية فيه وسنبدأ العمل مع بدء تشغيل المحطة ولن نتوقف إلا حين تنتهي خدمتها هذه العقود التي أجلها عشر سنوات تشمل ليس فقط المواضيع الخاصة ببناء محطات للطاقة النوية بل أيضا تلك المتعلقة بتوفير الوقود واليرانيوم الطبيعي والمخصم وتلك الخاصة بتوفير الخدمات المختلفة علما أن محطات كثيرة في مختلف أنحاء العالم تعمل الآن بهذه الطريقة ولدينا خطة طموحة لزيادة حجم الاتفاقيات نتوقع أن تفوق الإرادات الستة مليارات دولار حتى نهاية العام الجاري كما نتوقع أن يبلغ حجم الإرادات أكثر من 130 مليار بعد توقيع العقود الجديدة أجر على الإفتراض أن روس آتم التي تملك عقودا لعشر سنوات إلى الأمام تحتاج إلى توسيع قاعدتها التصميمية والإنتاجية لتلب الطلبات المتزايدة على خدماتكم هل أنا محق؟ بداية نحن نملك إرثا كبيرا تراكم منذ بداية الحقبة السوفيتية حين جرى بناء كل المصانع القادرة على تصنيع المنتجات ذات الأحجام الكبيرة جدا وأستطيع القول أنه حتى اليوم على الرغم من الحجم الكبير للطلبات التي نتلقاها لا تزال لدينا القدرات الصناعية اللازمة علما أننا لا نعمل بالاستناد إلى القدرات المتاحة بل نعزز التعاون مع الشركات المختلفة داخل روسيا وخارجها وعندما نبدأ بتنفيذ المشاريع مثل بناء محطات الطاقة النووية نفهم أن الدول التي هي في طور النمو لا تهتم فقط ببناء القدرات لتوليد الكهرباء بل تهتم أيضا بإنشاء نظام كامل على أراضيها وتحرص على تعليم مصنعها كيفية إنتاج بعض المكونات الضرورية لمحطات الطاقة النووية وكذلك بتدريب الكوادر الوطنية على كيفية العمل في هذه المؤسسات نحن نعلم أننا إن لم نكن قادرين على تلبية هذه الحاجة فإننا لن نستطيع في الكثير من الأحيان إجاد لغة مشتركة مع شركائنا وفي هذه الحالة نحن نعتبر أنفسنا مسؤولين عن الاتيان بحل كامل أخذين بعين الاعتبار أن المشاركة المحلية مهمة جدا وفي جميع مشاريعنا الخارجية تبلغ نسبة المشاركة المحلية 35% تقريبا وهذه النسبة تعتمد على حجم التطور هناك واستعداد البلاد للمشاركة في مشاريعنا وعلى كل حال أثبتت التجربة أن أدنى نسبة مشاركة محلية هي 25% جدير بالذكر أنه ليس لدينا خوف من العجز عن تنفيذ كل المشاريع لأننا دائما متعاونون مع شركات كبرى منتشرة في جميع أنحاء العالم لنتحدث عن مشاريع بعينها ما هي آفاق إنجاز محطة أكويو في تركيا يهمني التأكيد على أن مشاريعنا هناك لم تتوقف صارت بعض الإشاعات عن توقف العمل في تركيا فيما العكس هو الصحيح لا شك أن العمل يسير ببطء في بعض الأماكن ويعود السبب إلى الحاجة إلى تعديل بعض التشريعات في تركيا وذلك سوف يعطينا القدرة على بناء محطة الطاقة النووية في هذه الدولة على نحو فعال التشريع مهم في جميع الدول التي تنفذ فيها مشاريع نووية فكل الدول الراغبة ببناء محطة للطاقة النووية ملزمة بتكيف تشريعاتها مع هذا النوع من المشاريع حتى الدول التي تملك خبرة في المجال النووي وعلقت العمل فيه لسبب أو لآخر يجب أن تعيد النظر في قوانينها من أجل ضبطها وتغييرها وتحديثها آخر مرة استضمنا فيها بمشاكل تشريعية كانت في هنغاريا برغم أن هذه الدولة تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال كان هناك مشكلة متعلقة بتحديث القوانين فالمحطات النووية بنيت هناك منذ أربعين عاما في عهد الاتحاد السوفيتي بالاستناد إلى قوانين تلك الحقبة ولكن بعد ذلك لم يتم بناء أي مرافق نووية جديدة إذن من المنطقي أن تتغير التشريعات لتلائم الزمن الراهن وخصوصا أننا خرجنا مما يعرف بنظام الطاقة التقليدية منذ نحو عامين اتفقنا مع زملائنا الهنغاريين على تعديل القوانين أو سن قوانين جديدة وعلى زملائنا الأتراك اليوم أن يتبعوا الطريق نفسه للاستمرار في بناء مشروع محطة أكويو في تركيا أفهم منكم أن روسيا وتركيا تخطيتاء الأزمة في العلاقات بينهما وكل ما تبقى هو إشكال فني لا أريد أن أبدو منافقا لأنهم معلوم أن مجال الطاقة النووية منغمس في السياسة والكثير من القرارات تتخذ على مستوى الدولة وطبعا بمشاركة السياسيين بالإضافة إلى ذلك يتأثر هذا المجال بكل ما يحدث في عالم السياسة لكنني أرغب بالتأكيد في أن أرى مشاريع الطاقة النووية تتسم بالآجال البعيدة انظروا إلى التجارب التي تثبت أن العمل قد يدوم مئة عام إذا أرادت دولة ما أن تبني مفاعلا أو محطة للطاقة النووية فإن البناء يستغرق عشرة أعوام خمسة من أجل تنفيذ الإنشاءات وخمسة أخرى من أجل المفاوضات والحصول على ترخيص وبعد ذلك تعمل المحطة ستين عاما كما هو مخطط لها ثم يمدد عملها عشرين أو ثلاثين سنة أخرى وأخيرا فإن إقاف تشغيل المحطة يستغرق من عشرين إلى ثلاثين عاما أيضا إذن مئة عام هو العمر الأقصر لمحطة النووية والآن أنا أسألك هل يستطيع أحد ما التنبؤ بما سيحدث في العالم بعد مئة عام وكيف ستتذور العلاقات بين الدول المختلفة الجواب على السؤال واضح لا أحد يستطيع التنبؤ لذلك يجب أن لا ترتبط المشاريع النووية بالعلاقات الراهنة بين الدول بل أن تبنى على أساس علمي يضمن الحفاظ على ديمومة العمل واستقراره نحن نملك خبرة واسعة للعمل في هذا المجال عمرها سبعون عاما لذلك نستطيع أن نتحدث عن التقاليد المختلفة والخبرة المتراكمة ووفقا لخبرتنا فإننا لا نستطيع أن نستسلم للتقلبات القصيرة الأجل التي تحدث في العلاقات بين الدول بل من الضروري الإفاء بكل الالتزامات المتفق عليها مع مختلف الأطراف على كل حال نحن نرى أن العلاقة مع تركيا تتغير نحو الأفضل وقد تكون حميمة بدرجة أكبر أو أقل لكنها تبقى مستقرة وهذا أهم شيء أستطيع أن أعطي بعض الأمثلة المهمة جدا بالنسبة لنا مثلا العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة متوترة وصعبة وتاريخيا يتمسك البلدان بوجهتين نظر مختلفتين حول كل ما يحدث في العالم وفي الوقت نفسه يبقى التعاون القائم في مجال الطاقة هو الشيء المهم برنامج اليورانيوم العالي التخصيب واليورانيوم المنخفض التخصيب سمح لنا بتحويل اليورانيوم عالي التخصيب إلى المنخفض التخصيب ومن ثم نقلناه إلى الولايات المتحدة لاستخدامه في المحطات النووية الأمريكية عمل هذا البرنامج الشامل عشرين عاما من عام ثلاثة وتسعين إلى عام الفين وثلاثة عشر ومثل هذا البرنامج خمسين في المئة تقريبا من إجمالي السوق النووية الأمريكية وولد عشرة في المئة من الطاقة الكهربائية هناك إذن كل واحد من عشرة مصابيح وكل واحد من عشرة كومبيوترات في الولايات المتحدة عمل باستخدام اليورانيوم الروسي المخصب مع التذكير بأن الفترة هذه أي الفترة الممتدة بين عام الف وتسعمائة وثلاثة وتسعين والفين وثلاثة عشر مليئة بالتوتر والعداء اختلفنا حول الوضع في غزلافيا وسوريا وليبيا والعراق وإيران وغيرها ومع ذلك لا يزال الوفاء بالتزامنا في المشاريع النووية قائما الأمر مشابه في أوكرانيا فرغم توتر العلاقات تجد أن 60% على الأقل من الطاقة في المحطات النووية الأوكرانية منتجة على نحو كامل من الوقود الذي ينقل إليها من روسيا قبل أن نتحدث عن تعاونكم مع شركاء كان لدى بعض الدول تحفظات على برامجها النووية أقصد إيران منطبع نأخذ فاصلا من فضلك أعزائي المشاهدين فاصل قصير ومن ثم نعود لإكمال هذه المقابلة فابقوا معنا أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم من جديد إلى هذه المقابلة قبل الفاصل أنا جئت على ذكر إيران العقوبات الدولية على هذا البلد رفعت موسكو وطهران وقعتا مؤخرا اتفاقية جديدة لبناء مرحلتين اثنتين هما بو شهر اثنان وبو شهر ثلاثة ألا تضعون في التفاصيل؟ بالعودة إلى مسألة حفظ الاستقرار في العلاقات بين الدول نستطيع القول إن إيران مثال بارز على هذا الموضوع شهدت علاقتنا مواقف مختلفة حيال البرنامج النووي الإيراني في العالم على سبيل المثال محطة الطاقة النووية في بو شهر بنيت بمساعدة روسيا وعلى أساس مشروع روسي وهي لم تكن تحت أي عقوبات رسميا لكن السلبية في الطاعات الدولي مع هذا الموضوع جعلت روسيا في موقف صعب كنا كلما حاولنا التعاون مع البنوك الغربية يذكروننا بأننا سلمنا بعض المكونات لمحطة بو شهر ويقولون إن الأجواء المحيطة بالمشروع مريبة وغير مطمئنة لكن روسيا كانت دائما تقول إن مشروع محطة بو شهر غير ممنوع وغير خاضع لأي عقوبات أصرت روسيا على الوفاء بالتزامها بناء هذه المحطة وهي اليوم تعمل بكامل طاقتها بالمناسبة لقد اعترفت إحدى المجلات الأمريكية في عام 2014 وهي من المجلات الأكثر نفوذا في مجال الطاقة الذرية اعترفت بأن تشغيل وحدة الطاقة الأولى في محطة بو شهر هو أهم حدث لعام 2014 كما قلت سابقا محطة بو شهر تعمل بنجاح وهي توفر الكهرباء للشبكة الوطنية الإيرانية وفاؤنا بالتزامنا سمح بتوثيق العلاقات مع زبائننا الإيرانيين ويبدو مستقبل التعاون بيننا واعدا جدا في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية على سبيل المثال لقد وقعنا اتفاقية حكومية روسية إيرانية تقضي بتخطيط وبناء ثماني وحدات في إيران على أنها مشروع روسي تراوح قدرة كل وحدة ما بين 1000 و1200 ميجاوات وقعنا العقدة التجاري بشأن الوحدتين الثانية والثالثة في بو شهر وشهدنا مؤخرا وضع الحجر الأساس لهما وننتظر بدء العمل الفعلي في المشروع في وقت قريب أما الآن فنرى أن إيران تبدي رغبة بتطوير نظام الطاقة الوطني لأنه أساس لتطوير اقتصاد الدولة الإنماء يحتاج إلى أمدادات مستقرة من الطاقة الكهربائية بكلفة محددة ومدروسة وبالمناسبة فإن إيران تقدم مثالا للتوجه النموذجي للشرق الأوسط في مجال التنمية الاقتصادية ويشمل هذا التوجه الدول التي تملك احتياطيات كبيرة من الغاز والنفط وهي الأكثر نجاحا في تطوير الطاقة الذرية قد يبدو ذلك غريبا لكن في رأينا التفسير المنطقي هو أننا نعيش في الوقت الراهن ذروة خفاض أسعار النفط الأمر مشابه فيما يتعلق بسوق الغاز إذن يؤدي ارتفاع الأسعار دورا إيجابيا أما الأسعار المخفضة فتؤدي إلى المزيد من التقلبات والضبابية المهم أن نفهم كيف يتميز مجال الطاقة الذرية بإمكانية توقع سعر الكهرباء لأن حصة الوقود في تكليف إنتاج الكهرباء عبر محطة نووية هي حصة صغيرة جدا مقارنة بالحصة في محطات التوليد بالغاز أو الفحم إنتاج الكهرباء بالغاز أو الفحم يستهلك من 60 إلى 70% من الوقود وفي هذه الحالة من السهل التكهن بما ستؤول إليه أسعار الكهرباء فإذا ارتفع السعر العالمي للوقود ترتفع معه تلقائيا تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية بالوقود أما إذا كانت حصة الوقود في محطة الطاقة النووية أقل من 5% فإن زيادة الأسعار لن تؤثر بتكليف إنتاج الكهرباء حتى لو زاد ثمن اليورانيوم مرتين يكون الفرق في تكلفة إنتاج الكيلوات في الساعة 5% فقط هذا مهم جدا من أجل وضع الميزانيات وتوقع الأسعار على كل حال لا تقتصر منافع الطاقة الثرية على كونها مصدرا للطاقة الكهربائية فهي تمثل دعما كبيرا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير القدرات الصناعية إذا تجاوزت الدولة هذا التحدي بنجاح فإنها تلتحق بركب الحداثة حيث يتغير مستوى الحياة والتكنولوجيا فيها لا أبالغ إذا قلت إن بناء محطة للطاقة النووية في أي دولة يعد الحدث الأهم في تاريخ هذه الدولة لأن هذا الحدث ينقل الدولة تلقائيا إلى مرتبة جديدة لهذا السبب نشهد اهتماما كبيرا في الشرق الأوسط الغني بالنفط والغاز وبتطوير الطاقة الذرية إلى جانب إيران تبدي كل من تركيا، مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة والسعودية رغبة في هذا المجال السعودية تملك مشروعا كاملا لبناء ستة عشرة وحدة على الأقل في السنوات العشر المقبلة وهذا يعني أن برامج واسعة جرت تخطيط لها من أجل تلبية الحاجات الكهربائية وكذلك من أجل التأسيس لانطلاقة جديدة في تطوير المملكة البرنامج النووي الإيراني يثير حساسيات لدى دول الخليج هذه الدول هي الأخرى بدأت تطور مشاريع للطاقة الذرية على سبيل المثال دولة الإمارات العربية المتحدة تبني محطة بمساعدة كورية جنوبية لماذا ليس روس آتم تتجزب روسيا؟ لم تدعى روسيا إلى المشاركة في هذه المناقصة لو دعينا لا لبين الدعوة في الوقت نفسه هذا مثال جيد على أن التعامل بغيرة وحسد هو تعامل غير رائق لأن الطاقة الذرية ليست جزءا من تاريخ دولة واحدة بل هي جزء من التاريخ الدولي وبصرف الظذر عن من سينفذ المشروع وكيف سينفذه فإنه سيحتاج دائما إلى التعاون الدولي الواسع في حالة الإمارات العربية المتحدة فإن المستقبل سيظهر كل شيء ولسيما أن بناء المحط هناك يستند إلى التكنولوجيا الكورية وفي الوقت نفسه سوف تحتاج الإمارات إلى اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المخصب لذلك عليهم حل مشكلة الوقود النووي المستنفذ ولذلك سيحتاجون قريبا إلى تعاون أوسع يشمل الشركات الروسية والفرنسية والألمانية إذن يتسم إنشاء محطات للطاقة الذرية بكونه جزءا من تاريخ التعاون الدولي الذي يعطي ضمانات الشفافية الكاملة بأن المشروع سينفذ ويعمل لأغراض سلمية أشارتم إلى أن لدى السعودية مشروعا طموحا لتطوير الطاقة الذرية إلى أي مدى هذه الطموحات يمكن أن تترجم في أرض الواقع وما هي حصة روسيا من هذه الكعكة الدسمة أعتقد أن مشاريعنا واقعية يبدو للوهلة الأولى أن بناء ستة عشرة وحدة مهمة صعبة بل مستحيلة ولكن وفق تجربة شركة روس آتوم أنا أؤكد أن بناء الكثير من المباني أسهل من بناء القليل منها لأنك عندما تبني وحدة أو وحدتين فإن أي مشكلة تظهر أمامك في جهاز أو قطعة أو أي مكوين آخر تكون صعبة المعالجة أو الاستبدال أما في حال العمل على إنشاء مجموعة فمن الممكن نقل المعدات المخصصة لمفاعل ألف إلى المفاعل باء وهكذا دولي ويخلق ذلك شروطا مرينة هذا أولا أما ثانيا تنفيذ المشروع ذاته في عدة مناطق أو دول يجعلك مدركا أكثر لتفاصيل المشروع من بدايته إلى نهايته وعارفا لسيرة كل مورد للمعدات شركة روس آتوم تبني وحدات ومحطات في روسيا فقط لكنها في المرحلة المقبلة ستنتقل إلى بناء وحدات مشابهة في دول أجدبية بما أن الوحدات تتمتع بالتصميم نفسه هذا يعطينا ميزة فريدة من نوعها على جميع منافسينا لأننا نقوم بالعمل نفسه ونكرره مرات كثيرة ونكتسب خبرة وممارسة صار بإمكاننا تكرار العمل ونحن مع صبو العينين فكلما كبر البرنامج كلما كان تنفيذه أسهل بلدان عربيان يجري العمل على إنجاز مشاريع للطاقة الذرية فيهما هما مصر والأردن إلى أين وصل تنفيذ هذين المشروعين؟ من المنتظر أن يتم بناء محطة جديدة للطاقة النوية في مصر تضم أربع وحدات وتبلغ قدرتها الإجمالية خمسة جيجاوات تقريبا هذا هو المشروع المهم الذي من المتوقع إنشاؤه على موقع الضبع قرب الإسكندرية ويسير المشروع بسرعة قياسية ويجب الأخذ بعين الاعتبار أننا بدأنا المباحثات الأولى حول المشروع في الربيع الماضي فقط وقد وقعنا اتفاقيتين بين الحكومتين الروسية والمصرية في أواخر الخريف الماضي إحدهما تتعلق ببناء المحطة والاتفاقية الثانية هي أكثر أهمية لأنها تتعلق بتوفير اتمان مالي روسي من أجل إنشاء المحطة والآن نحن نكمل العمل على العقود التجارية ونتوقع أن هذه العملية يجب إتمامها في المستقبل القريب وبالتأكيد هذا المشروع واسع ومهم جدا ما بين روسيا ومصر وبالنسبة لروسيا سيكون هذا البرنامج أكبر وأهم مشروع لأننا لم نوقع من قبل عقودا لإنشاء أربع وحدات للمحطات النووية في آن واحد وطبعا بالنسبة لمصر هذا المشروع مهم أيضا لأنه يشمل بناء أول محطة للطاقة النووية في الدولة وإذا صارت الأمور كلها بنجاح فإننا نعتزم توقيع العقود في العام الجاري ونبدأ العمل الفعلي في الواقع قد نبدأ الأعمال في الموقع من دون أن ننتظر توقيع ما يسمى العقد الكبير على بناء المحطة فقد وقعنا العقد الصغير الأولى لإجراء الأبحاث في الموقع وتحليل إمكانية حدوث زلازل إضافة إلى العوامل الأخرى ووفقا لهذا العقد سيعمل الخبراء في الموقع وبعد توقيع كل العقود سنبدأ العمل الجادة لتشييد المحطات على الفور أما الأردن فإنه كما ذكرتم نظم مناقصة اشتركت فيها شركة روس أتم وفازت بالعقد وفي العام الماضي على أساس المناقصة وقعنا اتفاقا حكوميا مع الأردن على بناء محطة للطاقة النوية التي تضمنت وحدتين ولكن سوف يتم إنشاء هذه المحطة على أساس مبادئ تختلف عما اتفقنا عليه في مصر النقطة الأساسية هي أن تكون المحطة المصرية مملوكة بالكامل من قبل حكومة مصر لكن الأردن يريد تنفيذ المشروع بحيث تكون روسيا شريكا في البناء ومستثمرا فيه نحن اتفقنا مع شركائنا الأردنيين على اتباع منطقنا الخاص في تطوير وتنفيذ المشروعين والآن نحن فيما يسمى مرحلة ما قبل الاستثمار وفقا لحساباتنا والاتفاقات مع زملائد أردنيين فإن هذه المرحلة ستستمر حتى نهاية عام 2017 وفي هذه المرحلة علينا أن نجيب عن الأسئلة الأكثر أهمية وهي أولا كيفية تنظيم وتنفيذ المشروع من الناحية الفنية وهذا الموضوع يشمل ضرورة الاختيار الضقيق للموقع وكيفية إيصال المياه إليه وكذلك حل المشاكل المختلفة الأخرى المرتبطة بالجوانب الفنية ثانيا كيفية تمويل المشروع وتحديد من يملك الجهازية لكي يكون شريكا فيه شكرا جزيلا سيد كاماروف على هذه المقابلة أعزائي المشاهدين والشكر موصول إليكم أيضا على حسن المتابعة وإلى اللقاء